أولا حقيقة أنه محتاجين الأول تفسير من الدولة المغربية أنه في هذه اللحظة الجانب الأسيوبي داخل في صدام مع مصر حول أزمة سد النهضة وكيفية التعامل مع حصة مصر التاريخية من مئة النيل والمسألة قد تؤدي أنا لا أتمنى ولكن قد تؤدي إلى نزاع مسلح ما بين مصر وما بين أسيوبي جوابا على تساؤلات الأخ الهواري أعتقد أن مصر الرسمية لم تتر أي ضجة ولم تعلن أي موقف من هذه التقارب العسكري المغربي المصري لأن المصريين زعماء في مصر يعلمون جيدا موقف المغرب من قضية النزاع لأتيوبي المصري حول سد النهضة يعني عندما قامت مصر بمساهمة في مناورات عسكرية مع البوليساريو والجزائر لم يحتج لم يطلب من مصر تفسيرات حول مساهمتها لأن الموقف المصري معروف عند المغاربة كان ذلك في 2023 نعم كانت هناك مناورات بمشاركة القيادة العسكرية المصرية مع البوليساريو الأخ كان بيكلم على مناورات مع الجزائر ليس جابة البوليساريو كان هناك حضور لمسؤولين من جبهة عسكريين من جبهة البوليساريو أنا ذاك في 2023 على الأقل معلومات التي لديه أنه كان هناك اجتماع اجتماع على الأقل كان فيه أنا ما أقدرش أقول طيب يعني هل هل هتوقف المغرب هنا على الحياد وتوقف تتفرج ولا هتنحزل الجانب الأتيوبي بحكم التفاومات العسكرية وأضيف إليه ماذا لو ده حدث ده سؤال وأضيف إليه سؤال آخر ما الذي يمكن للمغرب أن يقدمه عسكريا لأتيوبي هذا الأول وإضافة إلى سؤال الذي ذهب إليه ضيفي ماذا إذا ما توترت الأمور عسكريا وهذا ما لا يرجوه أحد بين البلدين أين سيصطف المغرب هذا تعاون قطاعي في قطاع العسكر هناك تبادل معين في مجالات عسكرية معينة فهو ليس تحالف عسكري ضد أي دولة المغرب أعلن منذ زمان حياده في نزاع الأتيوبي المصري السوداني أهلا بكم ومرحبا مشاهدين كرام إلى فقرة وجها لوجه فيها نتوقف عند اتفاق المغرب وأثيوبيا على تعزيز التعاون العسكري بينهما في ظل ما اعتبرته أوصات غير رسمية مصرية تقاربا على حساب المصالح القومية للقاهرة التي تشهد علاقاتها مع ديسة بابا توترا على خلفية أزمة سد النهضة الذي تشيده أثيوبيا على النيل الأزرق الرافض الأساسي لنهر النيل مع ضيفية مشاهدين كرام في الأستوديو الدكتور عبد الرحمن مكاوي الخبير المغربي في الشؤون السياسية والاستراتيجية أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تنبيه هذه التعو مرحبا كل الترحيب ورحبا وأنت بضيفي في الجانب المقابل عبر الأقمار الصناعية من القاهرة سيد ياسر الهواري الكاتب والسياسي والذي سيألتحق بنا خلال لحظات فقط من العاصمة المصرية تقارب إذن عسكري أثيوبي مغربي يأتي في خضم استقبال الرباط مؤخرا لرئيس الأركان العام لقوات الدفاع الوطني الأثيوبية والذي قام بزيارة رسمية من عدة بضعة أيام إلى المملكة على رأس وفد هام كل لباتفاق هذه زيارة كل لباتفاق الجانبين على تعزيز هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى وسؤال لماذا هذا التعاون ما الهدف منه وهل يأتي على حساب المصالح المصرية كما تقول بعض الأوساط غير الرسمية أطرح عليك السؤال أولا دكتور عبد الرحمن مكاور الخبير المغربي في الشؤون السياسية والاستراتيجية مرحبا بك من جديد شكرا أخي حكيم على الاستضافة وتحية لأخي ياسر الهواري في القاهرة أعتقد أن التعاون العسكري المغربي الإتيوبي هو تعاون عادي بين بلدين محوريين مستقلين لهم سيادتهما وأن هذا التعاون العسكري ليس له أي بعد سياسي وغير موجه ضد لا السودان ولا ضد مصر الشقيقة وأن الدباب الإلكتروني حاول تدخيم هذا التعاون العسكري وعطائه بعدا سياسيا لنشر الكراهية والفتنة بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي فهذا التعاون العسكري ليس له أي بعد كما قلت سياسي وستراتيجي بل أتى لأن الدولتين يحاربان من جهة الانفصال فأتيوبيا كدولة مهمة في القرن الأفريكي تحارب كثيرا من تنظيمات الانفصالية كجماعة التيغري وكذلك الإرهاب فالمغرب كذلك له مشكل مع تنظيم ميليشيا البوليساريو التي هي مدعومة من طرف دولة جارة تحاول الانفصال على المغرب فالإرهاب والانفصال وليس لهم أي بعد هذا التعاون هو تبادل الخبرات في ميدان الصحة العسكرية في المناورات المشتركة في الكثير فهما دولتان يسعيان لإسكاة البندقية في إفريقيا بصفة عامة طيب دكتور حتى نعوفي ضيفي حقا في الجانب المقابل والذي التحق بنا من جديد أرحب بضيفي عبر أقمر صناعي من القاهرة سيد ياسر الهواري الكاتب والسياسي ضيفي في السوديو كان رحب بك أيضا السوديو كنت تابعت ما ذهب إليه يقول أن التعاون العسكري بين المغرب وثيوبيا تعاون عادي بين بلدين محوريين هذا التعاون ليس له أي بعد سياسي ليس موجها ضد مصر وليس موجها ولا ضد السودان يحمل المسؤولية لما وصفه بالذباب الإلكتروني يقول أنه حاول تضخيم الأمور لنشر الفتنة بين البلدين وهذا التعاون جاء لأن الدولتين تحاربان الانفصال والإرهاب وفق تعبير هذا التقارب من وجهة نظرك العسكري المغربي هل هو مدعاته قلق هل هو مدعاته انزعاج هل هو مدعاته عدم فهم لدى مصر سيد ياسر الهواري الكاتب السياسي أم أن الأمر فعلا لا يتجاوز بعض الحسابات الإلكترونية التي توصف بأنها تصطاد في ألماء العكر مرحبا من جديد أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك وأهلا بالمشاهدين أولا حقيقة أنه محتاجين الأول تفسير من الدولة المغربية أنه في هذه اللحظة الجانب الأسيوبي داخل في صدام مع مصر حول أزمة سد النهضة وكيفية التعامل مع حصة مصر التاريخية من مئة النيل والمسألة قد تؤدي أنا لا أتمنى ولكن قد تؤدي إلى يعني نزاع مسلح ما بين مصر وما بين أسيوبي في اللحظة دي لم نكن ننتظر أبدا من دولة شقيقة تربطنا بها علاقة قوية جدا على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي علاقة أكثر من طيبة لم تشوبها شقيبة أبدا في أي وقت من الأوقات يمكن من الدول الأوليلة اللي المصريين بيكنوا أحتراموا محبة شديدة جدا للشعب المغربي والقيادة السياسية على الجانبين طول الوقت يعني زي ما بنقول كده بالمصري سمن على العسل فإنه يبقى في اللحظة دي الأمور قد يعني تتطور إلى مرحلة نزاع مسلح مع إثيوبيا ونلاقي أنه فيه تقارب عسكري ما بين المغرب وإثيوبيا من حقينا أن إحنا نتساءل هل إثيوبيا هي الدولة الوحيدة اللي ممكن تفيد المغرب بشكل عسكري هل إثيوبيا دولة متقدمة إلى هذا الحد حتى يعني نقدر نقول أن إحنا المغرب هتستفيد منها من خبراتها طويلة في المجال العسكري الحقيقة لا فالحقيقة أنه يعني لا محتاجين تفسير وليه في اللحظة دي وليه التقارب ده وإيه هي الاستفادة اللي هتستفدها الدولة المغربية من ده أنا أفهم الاستفادة اللي هتستفدها إثيوبي من ده أنه شق الصف العربي وأنه يعني المسألة في الآخر المغرب ومصر دول عربية عضاء في جامعة الدول العربية فهي بتعمل نوع من الفتنة ما بين الدولة العربية وبعضها فما يبقاش فيه موقف موحد من التعنت الأسيوبي لكن إيه بقى اللي هتستفيدوا من المغرب ده اللي أنا منتظر أسمعه من ضيفك نحتاج تفسيرا يقول ضيفي من الدولة المغربية لماذا ما الحاجة لذلك ومستفيد يقول لك ستكون أثيوبي نعم جوابا على يعني تساؤلات الأخ الهواري أعتقد أن مصر الرسمية لم تتر أي ضجة ولم تعلن أي موقف من هذا التقارب العسكري المغربي المصري لأن المصريين الزعماء في مصر يعلمون جيدا موقف المغرب من قضية النزاع لأتيوبي المصري حول سد النهضة فالمغرب يقف موقفا محايدا في هذا الموضوع بالعرض حسب معلومات يعني وساطة بين إتيوبيا ومصر فالمغرب كذلك أخي حكيم وأخي الهواري يعني عندما قامت مصر بمساهمة في مناورات عسكرية مع البوليساريو والجزائر لم يحتج لم يطلب من مصر تفسيرات حول مساهمتها لأن الموقف المصري معروف عند المغاربة وكذلك في 2023 نعم كانت هناك مناورات بمشاركة القيادة العسكرية المصرية مع البوليساريو فلم يطلب المغاربة أي تفسير ولم يحتجوا على الموضوع أقول بأن هذه الزوبعة في الفنجان هي صنعت في مخابر مخابراتية للدباب الإلكتروني لتضخيم الموضوع ونشر الفتنة بين الإخوة في مصر وإخوانهم في المغرب الذين يكنون لهم كل معبة فهم يريدون أن يحل النزاع الإتيوبي المصري السوداني حول سد النهضة بطرق سلمية فنحن لا يمكن أن نسجل على بعضنا في الوقت الذي لنا إرادة للصلح بين إتيوبيا الدولة المحورية 100 مليون نسمة وكذلك مصر دولة أساسية في الوطن العربي ولها دعم كبير من المغرب في جميع مواقفها ولهذا المصر الرسمية لم تتر أي موضوع الدباب الإلكتروني هو الذي ضخم ونعلم جيدا مصدر هذا التدخيم وهذا الدعاية وهذا التضليل أعود إلى ضيفي من القاهرة السيدية الهواري الكاتب وسياسية الخبراء يقولون أن هذا التقارب الليثيوبيا المغربي فضلا عن أنه قرار سيادي مغربي لا يستهدف القاهرة أبدا ولن يكون على حسابها بل هو قرار وصف بأنه براجماتي واضح المعالم يندرج في إطار الدبلوماسية العسكرية التي تنهجها المملكة لتعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية ضف إلى ذلك أن ضيفي يقول أن المغرب لم يطلب من القاهرة أي تفسير عندما تم تنفيذ منورات مشتركة مع جبهة البوليساريو هل أرضاك رد ضيفي على تساؤلك سيد ياسر الهواري الكاتب والسياسي وما ردك على ذلك كان هناك حضور لمسؤولين من جبهة عسكرين من جبهة البوليساريو أنا ذاك في 2023 على الأقل معلومات التي لدي أنه كان هناك اجتماع اجتماع على الأقل كان فيه طيب المنورات كانت مع الجزائر الجزائر دولة تربطها بمصر علاقات طويلة جدا الجزائر عضو في جامعة الدول العربية الجزائر لها علاقات مع مصر علاقات تاريخية من أيام حرب تحرير الجزائر في الخمسينات وقت الرئيس جمال عبد الناصر وما قبل حتى الاستقلال فالحقيقة لا أنا آسف المقاربة لا أعتقد أنها مقاربة صحيحة لأنه في النهاية المغرب والجزائر وتونس وجميع بلدان الوطن العربي هم في النهاية بالنسبة لمصر إخوة وأشقاء وأنا بالمناسبة حتى أزيل لحظة أنا بقول أنه يعني على الجانب الشعب ننتظر تفسير من الدولة المغربية ولكن الحقيقة أن العلاقة مع المغرب يعني زي ما حضرت تفضلت كده أن الجانب الرسمي لم يسر أي يعني يعني مسألة إعلامية حتى لا يكون يعني هناك يعني فتنة ما بين الشعبين وأعتقد أنه الحكومات بتتكلم مع بعض لكن أنا هنا بتكلم من منطلق يا أخي الكريم من منطلق العتاب بأعطاب الأصدقاء والأحباء إحنا هنا بنتكلم على دولة يعني إحنا دخلين معا في الصزام على الوجود إحنا هنا مش بنتكلم حتى على صراح حدودي ولا يعني أزمة ما بين دولتين على ملف ما لا إحنا نتكلم على أزمة وجود نهر النيل بالنسبة لمصر والسودان المشوريان الحياة للمصريين وسودانيين جميعا فلما يبقى في دولة بتقيم مشروعات مائية بهدف حرمان الشعبين من مصدر حياتهم ما أقدرش أنا هنا أقول إنه التقارب العسكري مع هذه الدولة لا يمثل أي شيء بالنسبة للشعبين لا لازم يبقى فيه يعني تساؤلات طب ماذا لو تطور الأمر هنا سؤالي بقى للأخ المغربي الصديق يعني ماذا لو تطور الأمر إلى نزاع مسلح ما بين مصر وما بين إثيوبيا إلى أي جانب ستنحز المغرب هل ستنحز المغرب ما بينها ما بين مصر بما تمثله للأمة العربية بالكامل كما تمثل المغرب من الأمة العربية بالكامل كما تمثل لليديا بالأمة العربية كما تمثل المملكة العربية لأمة العربية يعني هل هل هتقف المغرب هنا على الحياد وتقف تتفرج ولا هتنحز لجانب الأثيوبي بحكم التفاهمات العسكرية ما زلو ده حدث دا سؤال وأوضيف إليه سؤال آخر ما الذي يمكن للمغرب من يقدمه عسكريا لأتيوب هذا الأول وإضافة إلى سؤال الذي ذهب إليه ضيفي ماذا إذا ما توترت الأمور عسكريا وهذا ما لا يرجوه أحد بين البلدين أين سيصطف المغرب أولا علينا أن نضبط المصطلحات التعاون العسكري في قطاعات معينة الصحة العسكرية التكوينات المناورات التبادل الخبرات ليس تحالف ليس تزويدا بالسلاح ليس تزويدا بالسلاح ليس دفاع مشترك بين أتيوبيا والمغرب هذا التعاون قطاعي في قطاع العسكر هناك تبادل معين في مجالات عسكرية معينة فهو ليس تحالف عسكري ضد أي دولة المغرب أعلن منذ زمان حياده في نزاع الأتيوب المصري السوداني المغرب الأخ يحاول أن يجنب حضور العسكريين المصريين في مناورات البوليساريو والجزائر وتونس كذلك وحكومة دبيبة في ليبيا ولكن البوليساريو كانت حاضرة وهذا تابت فقها وقضاء وجميع وسائل الإعلام ويمكن لأخي الهواري ياسر أن يراجع جميع المعلومات فيما يخص هذه المناورات العسكرية التي شاركت فيها القيادة العسكرية المصرية في الجزائر فهذا نحن لا نكذب على الإخوان في مصر ولا نتهمهم ولكن المغرب لم يحتج سجل الموضوع ولم يحتج على المخوان في مصر هل ثم ترابط ما بين هذا التقارب اليوم وما حدث قبل سنة أو العام الماضي لا أعتقد الموقف المصري هو مع مغربية الصحراء المغربية لحد الآن ليس هناك تغيير في الموقف المصري مما يخص مغربية الصحراء فالحضور العسكري مع البوليساريو في الجزائر هو أعتقد سيناريو طبخ في ظلام من طرف الأجهزة العسكرية الجزائرية لتوريط مصر في هذا المستنقع أما قديت فهذا ليس تحالف هذا تعاون عسكري قطاعي في مجالة عسكري وهذه اتهمات ينفيها الجانب الجزائري والمصادر الجزائرية جونة وتفصيلا سسمحك أن أعود إلى ضيفي ثم تأشارة لهذا الاجتماع ويسف ضيفي أنها مناورات لمساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 2023 مع قيادات عسكرية أقليمية من بينها مسؤول عسكري في جبهة البوليساريو إن كان بالإمكان أن ترد على ذلك هل هذا القرار تقارب اليوم يأتي ردا على ذلك ولا يمكن رؤية هذه الخطوة الاستراتيجية المغربية كما توصف اليوم ليس من منظر تهديد الأمن القومي المصري بأنك وصفت الأمر بأنه صراع وجود هذا صراع الأمن المائي ولكن من منظر التعبئة القوية التي يقوم بها المغرب اليوم لحشد الدعم في قضية الصحراء الغربية ولمقترحه للحكمة الذاتية الذي بدأ يلاقي دعما دوليا أكثر فأكثر سيد هواي طيب أنا أخشى ما أخشى أنه الحديث اللي قاله الأخ صديق صديق نظيف المغربي مكتور مكاوي مكتور مكاوي أنا آسف مكاوي عبد الرحمن لا غير تمام يعني أنا أخشى أنه يتفهم منه أنه التقارب المغربي الإثيوبي ردا على هذا الذي تقول أنه يعني مشاركة لعناصر من جابة البلوزاري ليس رد لم أقول رد لا تقول لي ما أقول أنا أخشى أنه ده اللي يتفهم أنا أخشى أن هذا يقول لك لا رابط بينهما لا رابط لا علاقة بينهما وفقط من باب المقارنة أثارها حين تحدثت عن المغرب الذي لم يطلب توضيحات من مصر من باب المقارنة لا غير يعني أنا أظن أن هذه المقارنة في هذا الصيق قد يفهم منها أنه المسألة كده وأنا أصق أن المسائل ما بين الدولتين أكبر وأعمق ومنها تتروح بالشكل ده لأنه في النهاية أنت حاسبني على الموقف الرسمي المصري من القضية المغربية يعني فالموقف الرسمي واضح جدا موقف الرسمي المصري واضح جدا أنا واضع من المغرب على كل الأحوال ونحن ندعم المغرب في كل حاجة حتى في ماتشات الكورة يعني مش بس حتى في القضايا المهمة نعم المغرب لعني لما بتلعب ماتش كورة المصريين بيشجعوا كأنه منتخب مصر اللي بلعب صلاح في كاس العالم موفقين وبنفرح وبننبسط وإحنا يعني وإن شاء الله تصلل على قدس كما هي لكن أنا بقولك أنه في اللحظة دي في حالة احتقان شعبي شديد جدا على إثيوبيا لأنه نتيجة موقفها المتعنت رغم الصبر المصري الشديد 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 على المفاوضات مع إثيوبيا بالطريقة اللي أدار بيها أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي المفاوضات هل يمكن فهم الأمر من منظور الموقف المغربي بشأن الصحراء الغربية هل جنب المصري بما يتفاهم هذا الأمر كنت قد سألتك هل يمكن تفاهم الأمر من منظور الجهود والحشد والتعبئة التي يقوم بها المغرب في قضية الصحراء الغربية ولمقترحه للحكم الذاتي هل يمكن جنب المصري أن يتفاهم هذا التقارب المغربي الأثيوبي من هذه الزاوية أنا ما ليش علاقة طبعا بالموقف الرسمي لأنه في الآخر أنا يعني مش جزء من السلطة لكن أنا بتكلم هنا على الموقف الشعبي المصري على جانب السياسيين على جانب الجانب الشعبي أنه الحقيقة لا المسألة أنا مش قادر أتفاهمها لأنه إثيوبيا بلد بعيدة جدا لا تربطها أي حدود نشترك مع المغرب إثيوبيا ليست دولة منتقدمة لا عسكريا ولا غير عسكريا حتى يمكن نحن نقول يعني أهم هيستفيدوا من الخبرات الطويلة جدا المتركمة عندي الإثيوبيين ولكن أنا في اللحظة دي مقدرش أفصل الغضب الشعب المصري على إثيوبيا بأن دولة صديقة تربطنا بها كل هذا الكم من العلاقات بتتقارب معها بشكل عسكريا كلمة الختان أنا أرد من الإخوة في المغرب أنهم يتفهموا هذا الغضب طيب سيد عبد الحمال مكاوي كلمة الختان أخي الهواري ياسر أعتقد أن بعض الرأي العام المصري وقع في فخ الدباب الإلكتروني الممول من دون ذكر أطراف الأطراف تعرف نفسها والتي استثمرت ملايين دولارات في هذا الموضوع الأخ ياسر الاحتقان ينبغي أن نشرحه في هذا الاتجاه من خلق هذه الزوبعة وهل هو أبعاد متصلة بقضية الصحراء الغربية حتى أختم معك مختصرة شديدة ولا علاقة بالصحراء المغربية هل تم ترغب في سحب إثيوبا لإعترافها بالفوليسا الحجرة في حداء المغرب دائما هو استغلوا هذا التقارب العسكري القطاعي بين دولتين محوريتين في إفريقيا لنفخ أخطاء وأخطاء وهرتقات في وسائل التواصل الاجتماعي طيب الوقت انتهى لنشر الفوضى ونشر الكاذب ونشر الكراهية والفتنة بين شعبين أخويين شقيقين متضامنين سواء هل الهدف سحب أثيوبا اعترافها بجبهة البوليساريو باختصار شديد انتهى الوقت نعم أثيوبيا يعني متجهة إلى الاعتراف بمغربية صحراء هذا مسألة لا ريبة فيها ترجمة نانسي قنقر